نستكمل معنا الحديث عن الفصل الثاني من مكرر العلوم العامة هو فصل الفلك الموضوع الثاني الغلاف الجوي أهداف الموضوع فيه هدفين من الموضوع ده واحد بعد ما تدس الموضوع ده تقدر تستخلص خصائص طباقات الغلاف الجوي الهدف الثاني تقدر تقارن بين طباقات الغلاف الجوي للأرض نشاط نشاط بيقول ايه؟ مما يتكون الغلاف الجوي للأرض؟ طباقات الغلاف الجوي هذه الغلاف الجوي حواليها طبقات من الغلاف الجوي طبقة واحد اسمها تيربوسفير اثنين سراتوسفير ثلاثة الميزوسفير ثرموسفير ثرموسفير ثلاثة إكسوسفير هنتكلم عن كل طبقة بشيء من التفصيل فيما يلي أولا طبقة التيربوسفير تتميز بعدة خصائص منها تمتد من سطح الأرض إلى حوالي 11 كم تحتوي على معظم كتلة الغلاف الجوي يحدث بها جميع الظواهر الجوية من هبوب الرياح وسقوط الأمطار ووجود السحب تسمى طبقة الحياة ليه؟ لأنها تحتوي على بخار الماء دون غيرها من الطبقات الطبقة الثانية اسمها الاستيراتوسفير خصائصها تمتد من 11 كم وتصل إلى 60 كم تقريباً توصف بأنها طبقة السكون لأنها تتميز بالسكرار الأحوال الجوية تعرف بطبقة الطيران لأن الرؤية فيها تكون واضحة بسبب نعدم بخار الماء والغيوم والسحب إلى جانب ذلك تتميز طبقة الاستيراتوسفير بحاجة مهمة جداً موجود غاز الأزون غاز الأزون عبارة عن ثلاث زرات أكسوجين مسكين مع بعض عندنا أوتو ده الأكسوجين اللي بتنفسه وأوسري ده غاز الأزون ثلاث زرات شبكين مع بعض هذه الطبقة تلعب دور كبير جداً جداً في حماية الأرض من أشعة فوق البنفسجية سبحان الذي خلق هذا سبحان الذي خلق هذا طب أشعة فوق البنفسجية جاية من الشمس مع ضقوة حرارة الإنسان يحتاج ضقوة الحرارة لكن لا يحتاج الأشعة فوق البنفسجية مولاك يخلق طبقة تغلي في الأرض من غاز الأزون فيديتها أنها تمتص هذه الأشعة وتمنع من وصولها إلى الإنسان يا رب لك الحمد على نعمتك الطبقة الثالثة الميزوسفير يبلغ سمكها حوالي 30 كيلو تنخافط درجة الحرارة في هذه الطبقة انخفاض كبير لأما يميزها حيث تتناقص بالارتفاع لتصل إلى 138 تحت الصفر تعتبر هذه الطبقة واقية أو حامية للأرض من الشهوب والنيازك حيث فيها تحتارك الشهوب والنيازك قبل أن تصل إلى الأرض سبحانك يا مولانا طبقة الثيرموسفير تمتد من 90 كيلو وتصل إلى 170 كيلو متر تمتز هذه الطبقة بأنها غازتها متأينة يعني تحمل شحنات كهربية بسأي السبب في كده؟ أنها تمتص الأشعة الكونية عالية الطاقة هذه الطبقة لها قدرة على عكس الأمواج الكهر ومغناطسية المستخدمة في الاتصالات على الأرض لا فايدة كبيرة جدا 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 في الاتصالات على سطح الأرض طبقة الثيرموسفير الطبقة الأخيرة الإكسوسفير وهي تمتد من ارتفاع 170 إلى 480 كيلو متر عن سطح البحر تتكون في معظم الغاز الهيدروجين تحتوي على جزء يسير من الكتلة الغازية المكونة لغلاف القوي يكاد ينعلم فيها الضغط القوي في النهاية لخص ما تعلمت من هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر